بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عيو صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلاب يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله لرب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك برأسا وما كان تمك بغيا فأشارت ليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك برأسا وما كان تمك بغيا فأشارت ليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت على لهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني بليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وكان خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أهذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة تنيكم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن على ذا لقد جئتم شيئا ندا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال غدنا دعا وقالوا للرحمن ولدا وما ينبغي وما ينبغي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آآت الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وعدا وكلهم آآت وكلهم آآت وكل هم آتيك يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى فإنما يسرناه في رسالك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد تحس منهم تسمع لهم ركزا الله أكبر